نتصور أي واحد فيكم قاعد يتفرش الفيديو هذيه صارت له مرة انه حس العين متاعه ولا الجفن قاعد يشتح ويرعش واحده وإلا تصير لك في أي عضلة من العضلات متاعك في الجسم وتحس المنطقة هذيك كأنها خرجت عن السيطرة وتبدأ تتسائل ومرهوب وماكش عارف روحك تشير حكاية لي قاعد تصيره وشنو الفينواني اللي قاعد يصير ورا الحكاية داية نوليج عطايا السلوك يا بطال امين وراد معاكم وانتم تتفرجوا في حلقة جديدة من نوليج عطايا نحب نطمنكم كل شي للموضوع مش كتير برجة ولكن كانت تحس فيها حالة دايما معاك بالمستحسن انك تراجع التميب منتاعك وهكا تكون مطمئنة على الصحة متاعك أكثر لأننا نحب نأكد اللي رانا محنش مش نحكيه في الحالات المرضية لأننا نحكيه على موضوع آخر مش نحكيه على حالات تصير مرة في القديش باش نشوفوا شنين اسباب متاعها شنوه الفينومان اللي سير ورا الحكاية داية كيفاش نتفاديوها باش متكونش العواقب بوخيمة الجسم متاعنا يتكون كما نعرف من عدة انظمة معقدة بطريقة كبيرة واكثرها تعقيدا هو الجهاز العصبي اللي متصل بكل اعضاء الجسم متاعك واللي يتحكم فيها العقل واللي هو الشاف دوركاستر بتاع الفرقة داية كنجي ونشوفوك فيش يسير التحكم هذين القاول الانجر العضلية يلزمها تتمدد وتتقلص مش تقوم باي حركة كانت والهنا يجي افكام بتاع الجسم متاعنا وتقسيم الادوار والمجهود كيجماعة تخدم الجماعة الاخرين يتنبعوا اللحن والريتم كيقلبوا الجماعة الاخرين يمليوا يخدموا الجماعة الاخرين يتنبعوا اللحن والريتم وده يكل يكونوا بتريقة سلسة ومرينة وما تحسش فهم الاختلال مش كل واحد قاعد يضرب من شيرته على روحه ولنا كل عصب حركي متصل بالخلاية العضلية بشي اعطينا موتور يونيت وقد ما يكون لعدد متاحهم اكبر قد ما يكون فهمة دقة واكثر تحكم في العضلة اللي يصير كيكونوا مجهود كبير وفهمة ارهاق العضلة مش يفوتها ترى بلغتنا احنا ومعاش تجم تدير الضغط اللي انتي حتيته فيها وهذا ما خليش تعمل تفاعلة الكيميائية النازمة بالسرعة الكافية وتجم توصل حتى لاستنفاذ المواد الكيميائية دية لدورها اساسي بش تجم تواكب النشاط الرياضي اللي انتي قاعد تقوم به وهذا اللي خليها تتفاعل وترعش بالروتار بعد ما انتي دي جا كملت الاكتيفتي متاعك نجيو تويكا الكيفاش نتعامله مع السنيال هذي اللي يبعثولك الجسم متاعك قال لك يا معلو ايه فيق ايه ياسر كاسح الريتم اللي انتي ماشي به ونجم يكون فهم حاجات اثرت كيمة شرب الماء تجم تكون مكش قاعد تشرب الكمية اللازمة والكمية اللي بش تخلي الجسم متاعك يتفاعل ويعمل التفاعلات الكيميائية اللازمة دونك شرب الماء مهم برشة اكل الخضر والغيلين لازم يكون ديما موجود في كل الوجبات متاعك تكون كمية معتبرة من الخضرة والغيلين بش يوفروا لك فيتامينات والاملاح المعدنية اللازمة للجسم متاعك اعطي لجسمك الراحة الكافية من النوم وكيفية ادارة البرنامج متاعك ايام الراحة وكيفش تعمل الديلود دونك مهم برشة انك تعرف كيفش تعمل بروغرام خاص بك انتي يتماشى مع نيفو متاعك يتماشى مع الاديف متاعك كما تعرفش كيفش فما سيرية عملتها اللي انا بش تطلع لك بياه تفرش فيك فش تجم بتعمل البرنامج الخاص بك انتي اخر حاجة الابتعاد علي كل ما ينجم يشكل عائق امامك ويعملك ضغوطات نفسية ويعملك برشة سترس تحاول تبعد عليهم الحاجات يضمها تحاول كيفش تتعامل معهم بطريقة ثقية تبشي تعمل حاجات نحيلك سترس وهل تشمل الجداية تبشي تعمل حاجات انت تحبها بشككة نقص اكثر ما يمكن الضغط النفسي هذا اشتركوا في القناة